قسم الصناعات الغذائية بتبقى فيه ثلاث مواد عندنا أساسية المادة اللي اسمها مادة الصناعات الغذائية وفيه عندنا مادة اسمها المغبوزات والعجائن ومادة اللحوم احنا كلمنا في الحلقات السابقة عن الصناعات الغذائية وكلمنا عن اللحوم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن العجائن والمغبوزات قبل من نتكلم عن العجائن والمغبوزات المادة دي مادة شيقة جدا بحيث ان هي تعتبر مادة حياتية الطالب بيتعلم فيها حاجات حلوة قوي في العجائن والمغبوزات بحيث ان هو ممكن ان هو بينزل اي مصنع بيبتدي يشوف المنتجات بتاعة العجائن ويبتدي يعرف ايه هي الخامات اللي دخلة فيها يعرف ازاي صنعها يعرف ازاي يعمل عملية التشكيل ويعمل عملية الخبيز وازاي يعمل عملية التعبئة وكل الكلام ده بيبتدي عنده المهارات الكافية فيها احنا قبل ما بنيجي ندخل على مادة العجائن في الصف الثالث احنا بنبقى مديل له اساس ثابت في سنة تانية الصف الثاني في مادة العجائن كنا بنتناول الحبوب نفسها معظم الحبوب الغذائية بنشوف ايه بنشوف التركيب المورفولوجي لها بنعرف تركيب الحباية دي حبة القمح حبة الدرة دي بتتكون من ايه الحباية اللي بتبتدي تتحن وبتدي منتج اللي هو المنتج اللي حيبتدي يدخل في عمليات التصنيع المختلفة طبعا بندرس الحبوب بشكل عام بعد كده بنيجي نعرف ازاي الحبوب دي بنبتدي ناخد عينة منها عشان نحكم على جودتها كلام ده الطالب بتاع الصف الثاني بيبتدي يعرفه بيبتدي يعرف ازاي ان الحبوب دي يبتدي يعمل لها عملية تخزين ازاي الحبوب عندنا لما بتيجي بنيجي نعمل لها عملية تخزين طب التخزين دي بنشوف ايه الظروف المناسبة لعملية التخزين بنشوف ايه هي انواع الصوامع اللي الحبوب دي بتتخزن فيها ايه هي افضلهم عندنا فيه صوامع كتيرة صوامع اسمنتية صوامع حديدية صوامع خشبية دي الطالب بيبتدي يدرس هذه الانواع من الصوامع وبيبتدي يشوفها يشوفها اما عن طريق لوحات او عن طريق ان احنا بنعرض له بنعرض له فيديو بيشوف الطريقة السليمة لتخزين الحبوب بصفة عامة طبعا الطالب كمان بيبتدي يعرف الظروف المناسبة لعملية التخزين وان ايه هي التغيرات اللي بتحصل للسمار لو كانت ظروف التخزين للحبوب اذا كانت ظروف التخزين غير ملأمة عشان خلي بالك انت بمجرد ان انت هتستخدم خامة صحة ومصبوطة مية في المية لما بتجي تدي هذه الحبوب المنتج المنتج بيبقى جيد وبالتالي المنتجات السنوية اللي هتطلع منها بتبقى ممتازة بعد كده طبعا في الصفة التانية بعد ما خدت تخزين الحبوب بتاخد جزء خاص بعمليات الطحن طحن الحبوب وده تعتبر صناعة قيمة بذاتها عملية طحن الحبوب عملية كبيرة جدا هتاخد ايه هي الخطوات الاساسية في عملية الطحن وايه هي الظروف المناسبة لعملية الطحن الجيد وليه ازاي ان انت بتعدل الرطوبة بتاعة الحبوب علشان لما تيجي تعمل لها عملية الطحن تبقى منتجات الطحن تبقى ممتازة برضو هتاخد ايه هي المنتجات الناتجة من عملية الطحن انواع الدقيق باستخراجاته المختلفة وايه الفرق بينهم هتاخد كمان الانواع مثلا عندك الرد النعمة الرد الخشنة السميد الكلام دي كلها كله منتجات خاصة بطحن حبة الحبوب بتاعة الامع الكل ده حيتم الدراسته بطريقة موسعة شوية بعد كده هتبتدي بعد عملية الطحن والمنتجات بتاعة عملية الطحن هندخل في صناعة مهمة جدا اللي هي صناعة الخبز البلدي وصناعة الخبز الافرنجي صناعة الخبز البلدي انت هتبتدي تصنعه باديك وتعرف ايه هي المهارات اللي المفروض تبتدي تكتسبها عشان تصنع هذا المنتج بطريقة صحيحة وايه هي نوع الدقيق اللي تبتدي تستخدمه عشان تصنع هذا النوع من الانواع الخبز هتاخد لو حصل ايه هي العيوب اللي ممكن تحصل للخبز البلدي وانت لما تيجي نشوف نوريك العيب انت هتعرف ايه الخلل اللي حصل عندك طبعا وحتعرف الاجهزة والمعدات اللي خاصة بعملية ان انت تصنع خبز بلدي برضو من ضمن الحاجات اللي هتعقودها تخذتها في الصف الثاني هتاخد اللي هي صناعة الخبز الافرنجي وايه هي مراحل والخطوات اللازمة ده سنة تانية او منهج سنة تانية بالوحدات والاهداف بتاعته هتبتدي بقى تطلع لي سنة تالتة سنة تالتة ما تيجي تطلع لي فيها هنبتدي ناخد المنتجات خاصة بالعجين نفسه عشان كده اعنا هنتكلم بتوسع شوية هقول لكم المنهج بتاع الصف الثالت بينقسم لست وحدات لست وحدات تلت فصول في الترم تلت وحدات في الترم الاول وتلت وحدات في الترم الثاني وحدة وحدة هناخد الهدف العام بتاعها ككل وحناخد المنهج النظري المفروض انت هتاخد في ايه والمنهج العاملي في ايه وحندعمه ببعض الفيديوهات البسيطة كده اللي ممكن تديك رؤية للمنهج بتاع العجائن والمغبوزات اول حاجة عندنا المادة اسمها العجائن والمغبوزات اول حاجة هنجي ناخدها اللي هي الوحدة الاولى الوحدة الاولى دي عندنا اسمها العجائن الغذائية طيب العجائن الغذائية كده اهداف الوحدة بشكل عام انا هتكلم عن اهداف الوحدة بشكل عام وبعد كده هنقول المنهج النظري ايه والمنهج العملي ايه اهدف الوحدة اول حاجة بنعرف الطالب بالعجائن ومكوناتها تاني حاجة هنكسب الطالب مهارة ازاي يكون خلطات مختلفة لبعض العجائن هيبقى الطالب عنده المهارة دي وحندرب الطالب على تصنيع بعض هذه العجائن العجائن دي ما تبتدي نعملها هنصمحها ده بالنسبة الهدف العام للوحدة طب لو جينا نشوف المنهج النظري الخاص بهذه الوحدة اول حاجة هناخد فيها تعريف العجائن بانواحها ومكوناتها والقيمة الغذائية هناخد امثلها لبعض خلطات العجائن المختلفة بعد كده هناخد الطرق المختلفة لانتاج العجائن تعريف العجائن وانواحها وبعض الخلطات العجائن والطرق المختلفة لانتاج العجائن ده بالنسبة للمنهج النظري طب لو احنا نجينا للمنهج العملي هنشوف ايه اول حاجة هنعرف نميز بين العجائن المختلفة وانا هتكلم عليها بس بعد ما اخلص الاهداف دي تاني حاجة تصنيع بعض العجائن الخاصة زي عندك عجينة الكيك وعجينة البيتزا فيه كمان عرض لنمازج بعض العجائن الغذائية ده هتاخدها في التدريب العملي برضو كيفية استخدام الادوات والأجهزة المستخدمة في صناعة العجائن لما اجي قد تتلم شوية كده عن الجزائية او الوحدة دي الوحدة دي هندرس فيها ايه هي أنواع العجائن أنواع العجائن عندنا تلتة انواع فيه عندنا عجائن اسمها العجائن السيلة العجائن السيلة دي بتبقى مكون الدقيق مع المية بنسب متساوية يعني بتحط الدقيق قد كمية المية والعجائن السيلة دي ممكن ان انت تضيف لها سكر طيب العجان السيلة دي ممكن ان انت بتستخدم لتخميرها الخميرة البيرة او بتستخدم البيكنج باودر طيب ايه زي ايه العجان السيلة دي هتلاقي حاجات كتير قوي عجان سيلة عندك عجيينة الكوك за جيك سفنجي دي تعتبر من العجان السيلة طيب في تاني نوع من العجائن اسمها العجائن المارمة او المطاطية العجين دي بتبقى نسبة المية عندك الدية نحطه نص كميته مية نص كميته مية وده برضو بتبقى المرونة بتاعتها أو بتبقى المرونة بتاعتها مش زي السايلة بتبقى مسكة القوام بتاحها شوية وممكن برضو ان احنا بندعمها بالسكر والبيد واللبن على حسب الإضافات اللي انت بتدفهم فيه عجين تانية اسمها العجين الجمدة العجين الجمدة العجينة دي بتلاقيها يابسة بتلاقيها يابسة طيب بيبقى إيه إنت عندك بتبقى كمية الده بتحط لها تلت كمية الماء وهذا النوع من أنواع العجائن ممكن إن إحنا بنضيف له مادة دهنية بنسبة عالية ودي غالبا بنصنع منها عجينة البسكويت يبقى دي تلت نوع من العجائن الطالب طبعا لما حيجي يشوف بنفسه حيبص يلاقي إن العجائن دي يعرف دلوقتي يميز بين أنواع العجائن إذا كانت دي عجينة سيلة أو عجينة مارنة أو عجينة جمدة التلت حاجات دي هبتدي ويستدي يعملهم قصادي ويكونهم برضو من ضمن الحاجات اللي هتاخدها في الوحدة دي ودي تعتبر من الحاجات المهمة جدا حتى ربة البيت ممكن إنها تستفيد منها اللي هي عبارة عن طرق العجن طرق العجن عندنا طرق جتيرة جدا وهقول أغلبها أو الشائع فيها إيه؟ في عندنا الطريقة اسمها الطريقة المباشرة الطريقة المباشرة اللي بيسموها طريقة الخطوة الوحدة إيه طريقة الخطوة الوحدة؟ إنهم بيجيبوا كل المكونات بتاعت العجينة إنت هتعمل منتج عجينة يبتدي تحط كل المكونات وتبتدي تخلطها مرة واحدة ودي بيستخدموها في حالة المصانع الصغيرة اللي الطاقة الإنتاجية بتاعتها اللي العمالة بتاعتها اللي يلا ديسمها الخطوة الوحدة أو الطريقة الوحدة الطريقة بقى الجميلة الحلوة اللي هي الطريقة اللي هي بتاعت اللي هي بتتعمل على خطوتين فيه طريقة تانية اللي هي طريقة الإسفنجية الطريقة الإسفنجية دي بتتعمل في المخابز الكبيرة وبتتعمل في العجائن الغنية يعني العجائن الغنية؟ العجائن الغنية هي العجائن اللي بيتم إضافة فيها مكونات تانية زي السكر زي اللبن زي البيض الطريقة الإسفنجية دي بتتي منتج او مغبوزات فائقة في الجودة تلاقي العيش مثلا لما يتعمل بهذه الطريقة تلاقي اللبابة بتاعته طرية وجميلة وتلاقي الخواص الحسية بتاعت هذا النوع من انواع الخبز بتبقى ممتازة طب احنا بنعمل الطريقة الاسفنجية ازاي طريقة بسيطة جدا بتتعمل على خطوتين الخطوة الاولى اسمها تكوين الاسبونج يعني ايه تكوين الاسبونج ان احنا عندنا مثلا ندي ايه ان احنا نتخون بين مغبوزات هناخد نص الدقيق وحنحط فيه ربع الخميرة وربع الملح ونسبة من الماء تكفي لعمل عجينة تاني هقول عندنا بيبقى عندنا المكون اساسي عندنا دقيق بناخد نص كمية الدقيق وبناخد ربع الخميرة وبناخد ربع الملح ونبتدي نعمل منه عجينة جسمها عجينة الاسبونج طيب ايه تي هنعمل بها ايه هناخد هذه العجينة ونبتدي نعمل لها عملية تخمير طبعا بتبقى درجة الحرارة اللي بستخدمة من 30 ل 33 لمدة 4 ل 5 ساعات دي اسمها البادئ او اسمها عجينة الاسبونج بنحطها على جهد طيب بقيت الديق هنعمل في هنعمل لها مرحلة الضهور ايه المرحلة دي ان احنا بناخد نص الديق اللي كامل ونحط بقيت المكونات بتاعتنا ونبتدي نعمل عملية عجل وفي منتصف عملية العجل ابتدي اخد العجينة اللي هي البادئ اللي هي الاسبونج اللي انا عملتها في الاول وابتدي اعمل اعجنها مع العجينة الاصلية وابتدي تعمل عملية العجل وتبتدي مراحل تكوين الخبز زي ما هي مرحلة التكوير ومرحلة التقطيع ومرحلة الخبز كل دي هتم اذا انت الاول بتعمل خميرة كبادئ عجينة صغيرة كده وبتشيلها وبعد كده في منتصف عملية العجل اللي باقي تبتدي تحط ايه هذا الاسبونج وتبص تلاقي هذا الخبز لما بيجي يتعامل بيبقى خبز رائع جدا وبيبقى راحته جميلة وبيبقى الخواص الحساب بتاعته من حيث المسامية ومن حيث اللبابة بتبقى طرية ومن حيث اللون بيبقى ممتاز جدا ده طبعا بيصلح للمخابز مخابز الكبيرة المخابز اللي فيها طاقة او عمال كتير ميزة هذه الطريقة ان انت لو حصل انقطاع في الطيار الكهرابي مفيش مشكلة انت ممكن تاخد عجينة الباد الى الاسبونج دي وتبتدى تشيلها في الديفريزر عندك مفيش اي مشكلة وتعيد استخدامها في اي نوع تاني في عندنا طرق كتيرة جدا من طرق العجن بس هي دي اكتر طريقتين بنبتدي نستخدم في عندك طريقة اسمها طريقة اللاوقت يعني بسرعة بسرعة في عندك طريقة اسمها شيرليود طريقة شيرليود هي عبارة عن طريقة ميكانيكية سريعة لانتاج العجينة ما بتحتاجش عملية تخمير العجينة بتتعامل كلها بسرعة بسرعة في ضرب ميكانيكي وبتبقى اسمها العجينة السريعة طيب فهي دي من ضمن الحاجات اللا انا كنت عايزة اناوه عليها في موضوع عملية العجل لما نيجي نشوف كده نشوف عندنا في المدينة احنا شايفين هنا زي ما احنا شايفين هو حبة الامح كده عندنا طبعا زي ما احنا عارفين عملية الطحم بترفصل كل مكونات الحبة لانتو سبيرم الواحد والجنين الواحد والشعيرات الواحدة لا لواحدها وعندنا طبعا انواع لا حصر لها من انواع القمح في عندك الامح الصلب وفي عندك الامح اللين الامح الصلب زي ما انت شايفه كده في الصورة بيبقى زي الكريستال كده بيبقى زجاجي ما تيجي يتكسر يدي سطح زجاجي عندك القمح اللين بيبقى طري وبيبقى تبشيري احنا برضو عندنا الادوات والاجهزة اللي بنستخدمها في العجانات زي عندنا العجان الكهربائي اللي بيبتد يستخدم في المصانع وفيه عندنا زي ما كانت انت شايفها ديك بتقطع العجين وبتكوره ويبقى كل حاجة لها وزن سابت عندنا برضو فرد العجين بتبقى فيه زي المصنع زي ما انت شايف في الصورة كده دي فرادات بعد عملية العجن اللي ما بتتعمل بيدخل جوه الفرادة وبتبتدي تتفرد للسمك المناسب دي الصورة دي بتوحي كل المعظم الأفران اللي بتستخدم فيه عمليات التصنيع المغبوزات والعجنات والفرادات فيه عندك حاجة تانية الحاجة التانية ما قولك زي ما انا قلتلك من قيمة شوية ان احنا عندنا انواع العجين تلات انواع زي السيلة وعندك المطاطية وفيه الجمدة وقلنا السيلة ان نسبة المية للدقيق تعتبر واحد لواحد زي بعض ودي بنصنع منها بعض انواع كيك الاسفنجي وفيه عندنا المطاطية اللي بتبقى نسبة المية نص نسبة الدقيق وعندنا الجمدة اللي بتبقى نسبة المية تلت نسبة الدقيق برضو احنا شفنا هول تلات كزا نوع من انواع طرق العجل الطريقة المباشرة اللي قلتلكو عليها زمن قيمة شوية اسمها طريقة الخطوة الوحدة والطريقة الاسفنجية اللي هي بتبقى في المصانع الكبيرة ودي اللي بيستخدموها اللي هي قلتلكو مرحلة تكوين الاسبانيش ومرحلة الدول اللي اتنين بيدوا خواص حسية كويسة للمونتجات فيه عندنا اسمها طريقة اللاوقت وفيه طريقة شير اليود وفيه عندك طريقة البهدية هنيجي بعد كده ناخد الوحدة التانية طيب الوحدة التانية هنعرف الهدف العام الاول او اهداف الوحدة بتاعت الوحدة التانية اول حاجة تعريف الطالب بالمكرونة بنعرفه يعني ايه كلمة مكرونة وبنعرف الطالب المواصفات القياسية للمكرونة برضو من ده من الحاجات اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها ان الطالب بيبتدي يعرف علاج العيوب النجمة اثناء التصنيع بمكرونة وازاي ان هو يتلافى هذه العيوب برضو من ده من الحاجات المفروض الطالب اللي هو المنهج بقى النظري اللي المفروض حياخده اللي فده كان الهداف العامة دلوقتي ده المنهج النظري طب المنهج النظري هيضم ايه؟ اول حاجة هنعرف يعني ايه كلمة مكرونة وايه هي الخامات الاولية المستخدمة في صناعة المكرونة والنادلز في اشكال المكرونة والنادلز في اشكال حصرة لها من المكرونة حياخد خطوات صناعة المكرونة وحياخد المواصفات القياسية للمكرونة حتاخد العيوب الشائعة في المكرونة اسببها وكيفية تلافيها وحناخد الاشتراطات الصحية لتخزين وتداول المكرونة والنادلز طيب التدريبات العملية اللي الطالب حياخدها في هذه الوحدة ايه هي؟ اول حاجة هنعمل لقم زيارة ميدانية لبعض مصانع المكرونة وبعض حاجة بنعمل عرض لنمازج الانواع المختلفة للمكرونة والنادلز وبنعمل لوحات لكل طالب يعني الطالب بيبتدي يعمل لنا لوحة كده ويشوف انواع المكرونات المختلفة وبيكتب اسم نوع كل على اللوحة برضو بيبتدي يتعرف على بعض النمازج او عيوب المكرونة والاختبارات البسيطة للتعرف على صفات الجودة للمكرونة زي اختبار السلق واختبار العجل دي منظر من مناظر المكرونة اللي الموجودة برضو هبتدي اتطرق لهذا الجزء عايز اقول برضو بعض المعلومات عن هذه الوحدة المكرونة ده منتج غذائي بننتجه من ايه؟ بننتجه من السيمولينا السيمولينا دي ده نتيجة طحن بتاع حبة الامح طبعا حبة الامح بينتج منها ادي ايه وبينتج منها منتجات لحصرة لها من ضمن هدي المنتجات اللي هي السيمولينا السيمولينا دي لو تعاملت بيها سيمولينا جيدة ما تكونش متكتلة تكون خالية من الاصابات الفطرية تكون خالية من الرطوبة تكون نسبة الرطوبة فيها ما تزدش عن 14% سيمولينا لونها مسفر كده ولونها حلو مايبقاش لونها شاحب خلي بالك ان لما تكون السيمولينا عندنا لونها او رضيئة معناها ان دخل معاها الاغلفة بتاع تحبة الامح وبالتالي السيمولينا لما تيجي تعمل بيها بقى الماكرونا تبص تلاقي الماكرونا عندك ادتلك لون شاحب وباهت عشان كده احنا بنحرس تملي ان فيه مواصفات قياسية للسيمولينا المستخدمة في صناعة الماكرونا السيمولينا دي زي ما قلت بتكون غير متكتلة بتكون مفهاش فطريات بتكون الرطوبة بتاعتها مزبوطة بتكون لونها ورائحتها جيدة وهي دي الاساس اللي بيبتدي نعمل بيه الماكرونا والماكرونا اللي معمولة من دي السيمولينا بتبقى ممتازة وبتعجلش بتبقى ممتازة هل معنى كده ان الدقيق العادي بتاعنا ده ما بيصنعش منه الماكرونا لا بيتصنع منه الماكرونا في عندك الدقيق بيبقى نسبة الاستخلاص بتاعه 72% وجودته عالية الساعات بيحصل مكس ما بين السيمولينا والدقيق وبينتج عجلة الماكرونا عجلت الماكرونا دي أول حاجة بيعملوها عملية تجهيز الخامة اللي عندنا اللي هو بيعدي السميد اللازم السيمولينا اللازمة لعمل الماكرونا بعد كده بيحطوا طبعا الميا الميا ليها شروط وليها مواصفات في عندنا نوعين من المياه احنا ممكن نستخدمها ممكن نستخدم المياه البرده وممكن نستخدم المياه الساخنة درجة حرارة المياه تتراحمة بين 40 ل60 درجة من قوي هل في فرق بين لما بتعمل عجينة ماكرونا بمية دافئة او سخنة وعجينة بتتعامل بمية بردة اول حاجة العجينة اللي بتتعامل بمية بردة اول حاجة بتاخد وقت طويل جدا في عملية التكفيف يعني عبال عشان تدخل وتتجفف وتتعامل بتاخد وقت طويل تاني حاجة بتقعد وقت طويل لما بتيجي تتسل تالت حاجة قد يحدث في بعض الاحيان انها تصاب بالدود ودي حاجة برضو مش حلوة بس احسن حاجة فيها ان صفاتها او الطعم بتاعها كويس والتشكيل بتاعها بيبقى صعوبة لما بتدخل في فرم التشكيل على العكس لما بتيجي تستخدم الماكرونا اللي هي العجينة لما نحط عليها المياه الساخنة او المياه الساخنة من 40 ل60 درجة مقوي تبصي تلاقي العجينة طرية اللون بتاعها بيبقى لون فاتح واصفر ما بتاخدش وقت في عملية السلق لا يصاب هذا النوع بالددان وتبصي تلاقي صفات الجودة بتاعتها ممتازة وما بتاخدش وقت كبير في عملية التكفيف طيب برضو يبقى دي اسمها الفرق ما بين المياه الساخنة والمياه الباردة لا المياه الساخنة بتاخد وقت كبير في عملية التكفيف ولكن المياه الباردة هي اللي ما بتاخدش وقت كبير طيب الماكرونا لما بتيجي تتعامل طبعا بيبقى فيها خطوط تصنيع معينة اول حاجة بنجهز الخامة وبنعملها عملية نخل كويس جدا بعد كده بيبتدي عملية العجن لانت بتحط الدي او السيمولينا ويبتدي تحط عليها نسبة المياه ويبتدي يدخل في عملية العجن بعد كده بتدخل على اجهزة اسمها اجهزة الكبس والتشكيل الكبس ده انه هي بعد ما العجنة بتتعامل بيه كبس في جهاز ولازم لابد ان يكون هذا الكبس تحت تفريغ عشان العجنة ما يدخلهاش هوى لان وجود الهوى داخل العجنة هتعمل لك عيوب كبيرة في عملية التصنيع وخاصة لون الماكرونا هتبص تلاقي لون الماكرونا شاحب هتلاقي فيه انزيمات هتنشط جوه عجنة الماكرونا هتعمل لك هتأثر لك على اللون على طول اللون هيبقى مش لون جيد بعد كده فيه قوالب تشكيل مختلفة للماكرونا على حسب اللي انت عايزه فيه عندنا قوالب خاصة بتشكيل الماكرونا الاسبكاتي فيه عندنا قوالب خاصة بالماكرونا القصيرة المقصوصة الكلام ده كله بيبقى موجود من خلال قوالب خاصة ودي ساعد بتبقى مصنعة من النحاس المجالفن وبيبقى الفتاحات اللي بتدخل او بينزل منها العجينة بتكون مبطنة بمادة بالتفلون او بمادة بلاستيكية بحيث انه مايحصلش اي التصاق للعجينة داخل اللي هو فرمة التشكيل بعد كده الماكرونا بتبقى موجودة عندك وتبتدي تدخل في مرحلة الايه في مرحلة التكفيف ماكرونا بتدخل في مجففات هل احنا مش مجففات ان احنا حنحمصها لأ ده احنا بنعرضها لدرجات حرارة متفوتة علشان خاطر انها تبتدي تفقد الرطوبة بتاعتها عشان المفروض ان المنتج النهائي المفروض نسبة الرطوبة فيه لا تتجاوز 12.5% رطوبة زادت عن كده حتبص تلاقي الماكرونا عندك بمجرد ان انت تحطها في الكياس وتتقفل تبتدي تعمل العملية اللي هو ايه العفل وتبتدي تظهر ايه العيوب عشان كده احنا لابد ان احنا نحرص على عمليات التكفيف تتم بطريقة سليمة جدا طبعا لما كانوا بيتخلوا الماكرونا في عمليات التكفيف كانوا بيعملوا اول حاجة يعرضوها لحرارة بسيطة الاول كده بيعملوا حاجة اسمها تشميع الغرض من عملية التشميع انه هو بيخلي سطح الماكرونا جف شوية علشان ما يحصلش نموه فطريات عملية التكفيف بتاخد كان بتاخد حوالي 50 ساعة فعشان ما ينموش الفطريات عليها فكانوا بيعملوا عملية التشميع ولكن اصبح لقوا ان في بعض العيوب بتحصل زي عملية التشقق للماكرونا لما بيعملوا كده فبالتالي تفادوا هذا العيوب بامرار طيار من الهواء النقي الهواء ده بيكون خالي من البكتيريا بيتمرر على مرشحات بكتيريولوجية بحيث ان الماكرونا لما بتتعرض للهواء وللتكفيف البسيط ده تبتدي تفقد الرطوبة بتاعتها بطريقة صحيحة وتحصل على المنتج والمنتج ما يكونش او يحصل فيه اي نوع من الانواع الاصابات بالنسبة للماكرونا طبعا ده عالم واسع واحنا انا هنا جايبة معايا فيديو قصير بيشرح لك بس الماكرونا ممكن تكون بتتصنع ازاي تعال معنا كده بنشوف زي ما انتو شايفين دلوقتي كده عندنا الاوالب او الفورمة اللي بيبتدي الماكرونا تطلع منها زي شايفين الاسباكت تي بس ازاي تاني حاجة عندنا ماكرونا التانية هو من تحت هزا القصيرة دي كل دي اسمها اشكال الماكرونا حبتدي اقولكو دلوقتي حاجة زي ما انتو شايفين كده خطوات صناعة الماكرونا شايفين هنا مرحلة سبقة بيعملوا عملية مرحلة ايه مرحلة الخلط والعجن السيمولينا هيه سيمولينا بيعجنوها مع المياه وتبتدي تنزل العجينة شايفين العجينة هي العجينة هي بتتفرد وبيتحطوها زي على الرول اهو وتبتدي هتدخل على الماكينة بتاعت التشكيل هتبتدي بص شايفين الفورمة بتاعت التشكيل اهو تشكيلة تبتدي تدخل حاجة وتبتدي خلي بالك بتبقى فيه زي سكينة السكينة دي تبتدي تعمل ايه بتعمل خلي بالكو الصورة دي مكتوب عليها سلوء اماج يعني الصورة بطيقة ده بالبطيء طبعا الكلام ده بيبقى سريع جدا ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي زي النودلز النودلز شايفين النودلز ده نوع من أنواع المكارونا لأ دي مكارونا النودلز بتبقى عاملة زي الشعرية المكارونا شكلها بص جميل ازاي وهي طلعة معمولة ومجففة اه ده اللي سباكتتي في آخر المراحل بتاعته بعد ما خلاص بيبتدي يتعمل ويبتدي يتعبى شايفين عملية التعبئة برضو حنواريكا هو المكارونا اللي سباكتتي تملي بيتعرضوها للتهوية عشان ما تلزقش في بعضها اهي المكارونا بعد ما تعاملت عجينة اهي بتاعت اللي سباكتتي شوف محطوطة ازاي بتتحط بعد ما بتتعمل عملية تكفيف بيعملولها ايه بيبتدي يعملولها عملية تبريد عملية تبريد عشان خاطر ايه ما تبقاش ملزقة ما يبقاش فيها ستيكي كده يعني لو ملقت لزقت في بعضها كده حتبقى المنتج مش حلو فهم بيعملوا عملية تبريد وبيفرفطوها عن بعضها شايفين شايفين بتتعمل ازاي برضو اي حاجة بتبقى مش مزبوطة بيعملوا طبعا ده عشان ما يبقاش فيه ستيك ما يبقاش فيه لزوجة وبالتالي لما تيجي تعمل عملية التقطيع تبقى سهل عملية التقطيع نفس الحكاية شايفين المكارونا هي المكارونا الكبيرة شوية شكلة مختلف برضو بيتم عملية التهوية بتاعتها كويسة بعد ما بتكون تعجنت وتشكلت دي طبعا في افران التكفيف لما بتيجي تدخل المكارونا بتتجفف شايفين بتتجفف ازاي طبعا الكلام ده بيتعمل بطريقة ده ندخل بقى بعد كده على الوحدة التالتة الوحدة التالتة دي اسمها ايه صناعة الحلوة الشرقية صناعة الحلوة الشرقية طيب نشوف كده اهداف الوحدة كلها ايه اول هدف من الاهداف الوحدة اكساب الطالب مهارة تصنيع بعض انواع الحلوة الشرقية برضو من ضمن الحاجات اللي حيتعلمها الطالب تعليم الطالب كيفية التخزين والتداول السليم لمنتجات الحلوة الشرقية فيه برضو من ضمن الحاجات اللي حيتعلمها الطالب بيتعرف الطالب على كيفية التعرف على افضل الطرق لتعبئة وعرض وتسويق منتجات الحلوة الشرقية طيب بالنسبة بقى لما نيجي ندخل ده كان الهدف العام للمنهج النظري المنهج النظري حبتدي فيه كذا حاجة أول حاجة الطالب حيعرفها إيه هي الخامات اللي بستخدمها في صناعة الحلوة الشرقية تاني حاجة حنبتدي نقوله إزاي يصنع خطوات بعض تصنيع أنواع الحلوة الشرقية برضو من دمن الحاجات تخزين وتداول منتجات الحلوة الشرقية دي حياخدها باستفادة برضو هيعرف العيوب الشائعة في الحلوة الشرقية التدريبات العملية أن المفروض الطالب حيبتدي يعرفها أول حاجة حيتعرف على الآلات والأجهزة اللازمة لصناعة الحلوة الشرقية دي أول حاجة هياخدها وحنعمل عرض لبعض الخامات المستخدمة في صناعة الحلوة الشرقية برضو حنصنع أو تصنيع نمازج لبعض أنواع الحلوة الشرقية حلوة المؤلد، البسبوسة، بلح الشام وحنعمل زيارة ميدانية لأحد مصانع الحلوة الشرقية برضو الحلوة الشرقية دي برضو عايز أتكلم عليها أول حاجة معينة أن الحلوة الشرقية دي مجالها برضو واسع جدا الحلوة عبارة عن أنها بنحط خلط من مواد سكرية معينة مع الماء وبيتعمل عملية طبخ معينة الحلوة دي في أنواع كتير من الحلوة فيه عندنا الحلوة الشرقية فيه عندنا زي عندنا حلوة المولد، كلام ده كله موجود عندنا وفيه عندنا طريقة تصنحها الطالب حياخد، إحنا الطلبة بتوعنا كنا بنقف في المعمل ونبتدي نعقديله البدايات أن أنت زي تصنع السمسمية والحمصية والفولية وزي لما تيجي تعمل حلوة الشرقية إيه هي نسب إضافة السكر لبعضه لما تيجي تستخدم أو تعمل حلوة شرقية مثلا زي بتعمل مثلا أي نوع من أنواع الحلوة بتستخدم السكر بتاعنا اللي هو السكروز العادي طيب فيه بعض المصانع بتعمل الميكس يعني الميكس بتخلط سكر الجلوكوز مع السكروز كل ما تيجي نتعمل نسبة الخلط تحط الجلوكوز حتبص تلاقيه بتأثر لك على خواص الحلوة اللي عندك احنا عارفين أن وجود الجلوكوز بيمنع تبلور أسكروز طيب برضو من ضمن الحاجات اللي بتأثر على صناعة الحلوة اللي هي إضافة الأحماض العضوية الحمد اللي بنحطه صعب بنحطه حمد الستريك علشان الخاطر بيمنع عمليات التسكير برضو من الحاجات دي كلها برضو طريقة العجن طريقة العجن وطريقة التبريد وطبط الطبخ كل دي عوامل أساسية بتأثر على جودة صناعة الحلوة الشرقية الحلوة الشرقية ما بتيجي تصنعها بيبقى ليها مواصفات ليها مواصفات إواع تستخدم خامات رضيقة لما تيجي تصنع حلوة شرقية بتجيش أنت عايز تصنع بسبوسة بتستخدم سميد قديم ما تجيش إما تيجي تصنع حلوة زي السمسمية أو الفولية بتستخدم فول صلاحياته انتهت لأنه حتقصلك على الطعم وبالتالي حتبص تلاقي المنتج اللي عندك بيبقى رضيء جدا في الجودة بتاعته برضو خلي بالك إن إحنا الحاجات دي كلها ليها مواصفات قياسية بتعرف قدي إيه نسبة الفول السوداني إلى المحلول السكري أو الشراب السكري اللي حيتعمل هتبقى النسبة قدي إيه ونحط إيه وإمتى الحلوة تبقى طرية وإمتى الحلوة تبقى نشفة الكلام ده كله أنت هتاخد المهارات بتاعته بطريقة كويسة جدا هتعرف يعني إيه عيب حلوة شرقية يعني إيه عيوب بمعنى أنت ممكن ببساطة جديدة جدا طب وصي تلاقي إحنا برضو في الصناعات الغذائية لو كنتوا فاكرين إحنا خدنا الحلوة التحنية ده تعتبر من الحلوة برضو طب إحنا ما جينا خدنا قلنا إن فيه عيوب كتيرة جدا بتصبع الحلوة الشرقية زي إيه؟ أول حاجة عندنا اسمرار لون الحلوة الشرقية يعني اسمرارها طب وصي تلاقي الحلوة الشرقية لون مسود خالص مش هي اللون الفراشر حلو طب ده معناها إيه؟ إن انت أخطأت وعملت حاجة معينة يا إما إنت خدت حطيت نسبة حامد سيتريك بنسبة عليها جدا اللي هو ملح اللمون يعملك غمقان في اللون أو إن إنت مثلا لو إنت بتعمل حلوة تحنية وطلعت لون الحلوة تحنية غمقى معناها إن إنت حمصت السمسم أكتر من اللازم برضو ممكن يكون غمقان اللون إن إنت وإنت بتعمل إنضج للمحلون السكري اللي عندك زودت مدة الطبخ شوية وبالتالي حصل كرمالة للسكر فيديك اللون اللي هو إيه؟ يديك اللون الغمق برضو من ضمن الحاجات ممكن إن إنت تلاقي طعم ني يعني إيه طعم ني إن إنت ما تيجي تحط الحلوة في فمك تبص تلاقيها بتلزق في سنانك معنى كده إن إحنا ما عملناش عملية الخلط والعجن بطريقة صحيحة فيه أكيد خلل حصل في هذا النوم فيه عدك حاجة تانية مثلا اسمها الحلوة المغمورة المغمورة هتبقى حلوة بتلزق مع بعضها محلول السكري ما نضاكش كويس المكونات مش متوازنة مع بعضها كل دي بتعملك هذه العيوب فيه حلوة بتبقى مزيتة نسبة الزيت عالي فيه حلوة بتبقى يعني ما تتكسرش خالص معناها إن الخامات اللي أنا بستخدمها إن الحلوة دي قديمة المفروض الحلوة بتبقى بمواصفات قياسية كويسة جدا هتاخد جزء كبير جدا في هذا النوم وفيه كتير أو الطلبة بيحبوا الجزء ده لإن بنصنع منتجات بنصنع الملبن وبنصنع الحموصية والفولية وبنصنع يعني حاجات جميلة جدا وبيبتدي نعمل عملية الطبخ المحلول السكري الطالب فعلا بيبقى سعيد جدا بس بنفس الوقت بنعلمه إزاي وهو واقف في المعمل يكون فيه اشتراطات صحية ويكون فيه كل حاجة بتبقى مزبوطة ويبقى لابس البلط بتاعه ويبقى لابس كل حاجة عشان المنتج اللي عندنا في المنهج يعني برضو هناخد بعد كده اللي هي الوحدة الرابعة طب الوحدة الرابعة دي بتطم ايه الوحدة الرابعة بتضم البسكويت البسكويت طب عندنا البسكويت أهداف الوحدة دي أول حاجة تعريف الطالب بتكنولوجيا صناعة البسكويت إكساب الطالب مهارة التعرف على الأنواع المختلفة من البسكويت من ضمن الحاجات برضو تعريف الطالب بكيفية تلافي عيوب البسكويت أثناء التصنيع وإكساب الطالب مهارة الحكم على جودة البسكويت المنهج النظري اللي الطالب حيبتدي ياخده أول حاجة الخمات اللي بستخدمها في صناعة البسكويت وإيه خطوات صناعة بعض أنواع البسكويت زي الجاف والويفر حياخد برضو المواصفات القياسية للبسكويت الناعم والبسكويت الجاف وحياخد مظاهر العيوب في البسكويت وكيفية تلافيها برضو من ضمن التدريبات العملية المفروض الطالب حيعرفها أول حاجة حيعرف عرض لأهم الخامات الداخلة في صناعة البسكويت وتدريب الطالب على كيفية التعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة في صناعة البسكويت وبرضو تدريب الطالب على تصنيع أنواع البسكويت في المدرسة زي البيدي فور وبسكويت النشادر وزيارة ميدانية لأقرب مصنع في المنطقة المحيطة بالمدرسة برضو الوحدة الخاصة بيه البسكويت واحدة جميلة جدا برضو البسكويت ده ده منتج غزائي بيكون من خامات كتيرة جدا أهم الخامات إن احنا بنستخدم الدقيق وبيبقى الدقيق استخلاص 72% وبنستخدم السكر وبنستخدم البيض وبنستخدم المواد الرفعة بنستخدم يعني ممكن في بعض الإضافات التانية والخلاطات البسكويت دي في منه أنواع كتيرة جدا فيه عندك البسكويت الناعم وفيه عندك البسكويت الجاف وفيه عندك البسكويت المحشو وفيه عندنا الويفر وفيه عندنا الجوفريت وفيه عندنا بعض أنواع البسكويت للفئات الخاصة يعني إيه؟ دلوقتي عندنا بصفة عامة البسكويت الناعم على طول بتبقى نسبة المواد الدهنية فيها عالية تقى الدهن فيه نسبته عالية وتبص تلاقي أن العجينة بتبقى طرية ودي لها استخداماتها كتير قوي فيه عندنا نوع تاني من أنواع البسكويت اللي هو البسكويت الجاف ودي بسكويت بيتبقى نسبة المادة الدهنية فيها بتكون قليلة وبالتالي بتلاقي العجينة بتاعتها نشفة ودي بيبقى ليها استامبات خاصة في عملية التشكيل ودي كل حاجة وليها صناعتها فيه عندنا أنواع كتير بقى من البسكويتات تبص تلاقي البسكويت المحش بالعجوة والبسكويت المحش بالشوكولاتة فيه عندنا برضو نوع من أنواع البسكويت اللي هو البسكويت الويفر بسكويت الويفر ده بيبقى بسكويت العجينة بتاعته بتبقى لينا خالص وبتتحط فيه أهوالب وتبتدي تتعمل زي رقات كده ورقات دي بتتحشي بالكريمة لو اضغطت بطبقة من الشوكولاتة بنسميها على طول اللي هي الجوفريت في بعض انواع برضو البسكويت اللي هو اسمه البسكويت للفئات حصة بتبقى بسكويت مثلا لناس بتعمل مثلا ضايت بيبقى نسبة السكر فيها قليلة بنستخدم بدائل السكر بيبقى في بعض انواع البسكويت بيدعم بالحديد او بيدعم ببعض الاضافات فيتامينات دي بتستهدف لبعض انواع الناس اللي هي ما بتبقاش يعني عندها مقصة في بعض انواع الفيتامينات البسكويت طبعا لما بيجي تسوى بتبقى في مراحل كتيرة او اول حاجة بتعمل عملية الخلط والعجنة طبعا كويس بعد كده بتبتدي تبتدي تدخل وتدخل عملية التشكيل وفيه انواع كتيرة جدا من الفورمات الخاصة بعملية التشكيل وبعد كده بيدخل البسكويت في مرحلة التسوي بسكويت ما بيتسواش كده يحتحط في الفرنة مرة واحدة في صلات الانتاج لا ده في حاجة اسمها المنحنة الحراري للبسكويت يعني المنحنة الحراري يعني بيبقى خط انتاج كبير عبارة عن سير متحرك كبير في كل جزئية من هذا الفرن درجة حرار معينة ما بتيجي تدخل العجينة بتاعت البسكويت ما بتتعرضش لدرجة حرارة عالية مرة واحدة لا ده احنا نبتدي الاول درجات الحرارة بتبقى منخفضة نسبيا وبعد كده تبتدي يمشي البسكويت على السير المتحرك يقابل ارتفاع اكتر في درجات الحرارة وبالتالي تحدث التغيرات المعروفة في صناعة البسكويت وبعد كده في نهاية الخط بتاع البسكويت هتبصي تلاقي درجة الحرارة بتقل ليه؟ لان انت لو ابتديت عملت بسكويت رفعت درجة حرارة مرة واحدة وتبتدي تخرجه على طول في الهوى هتبصي تلاقي البسكويت اللي عندك يتشقق ويبتدي تعمله عملية تكسير في احنا لابد ان احنا نتفادى اي عيب من عيوب البسكويت خصوصا في عملية الايه؟ في عملية التسوية البسكويت علشان ما تكسرش معاك لابد ان احنا نعمله عملية التسوية بطريقة سليمة وما يتعرضش لأي صدمات حرارية مرة واحدة لا منخفض مرتفع منخفض وبالتالي البسكويت اللي عندك بتبقى شكلها كويس وبتبقى مش متكسرة عندك برضو خلي بالك برضو ان في صناعة الويفر صناعة دقيقة جدا اللي هي بتبقى رقائة البسكويت المحشية بيئ الكريمة برضو لابد ان احنا لما بنيجي نعمل عملية التقطيع للويفر بعد ما بتحيش الكريمة كل ده بيكون تحت الظروف تبريد علشان خاطر مفيش حاجة تبوز منك وعملية التقطيع تبقى سليمة ويبقى التلفيات او الفاقد في الانتاج بيكون نسبته قليلة كل ده هتاخده في صناعة البسكويت هتعرف شكل البيت بيتضاف ازاي ازاي بيتعمل عملية الخفق والخلط كلام ده كله وحناخد صناعة حلوة جدا صناعة البيديفور ودي من ضمن الحاجات او من ضمن الحاجات اللي بتيجي في العمل في امتحان اخر السنة لطلبة الدبلوم بنصنع مع بعض البيديفور بنشوفه في خطوط الانتاج عندنا بنصنع عينات صغيرة الطالب بنعده بيبقى مهاري ان هو يصنع الانواع البسكويت وبيبقى جميل اوي بيبقى الطالب فرحان ان هو عمل منتج كويس برضو تحت شروط صحية جيدة وحيبتدي يعمل مقارنات نحن لما نيجي من خلال عملية التزاكم من خلال لما يجي يشوف المنتج يعرف على طول البسكويت ده نوعه ايه والبخامات اللي دخلة فيه ايه والتغيرات اللي بتحصل اثناء عملية التسوية ايه كل ده هتدي ياخده بطريقة مفصلة وكويسة ان شاء الله دلوقتي عندنا في حاجة تانية شايفين انتو منظر البسكويت في عندنا هو البسكويت الناعم في عندنا الويفر اللي هو موجود تحت اهو الويفر اللي هو رقائق البسكويت اللي فيها كريمة في عندك الجوفريت زي ما انت شايفه الجوفريت بيبقى ويفر بس متغطى بالشوكولاتة اللي فوق الويفر ده ده بسكويت خشن او بسكويت جاف اللي قلنا ان نسبة المادة الدهنية فيه بتبقى قليلة شايفين دلوقتي كده اهو مصنع من مصانع البسكويت شايف اللي بيصنع لابس ايه لابس الكمامة هو على وشه ولابس الطقية ويبتدي هو بيعمله تهوية للبسكويت عشان بعد كده يبتدي يعبو التعبئة الصحيحة اللي هو بيتعبئ فيه عبوات بقى سواء كان بولي اسيلين او بولي بروبيلين او سولوفان على حسب العبوة المناسبة لي طيب عندنا بعد كده الوحدة الخمسة طيب الوحدة الخمسة دي بتضم ايه اسمها الكيك والكريمات الكيك والكريمات دي خاصة بالكيك والكريمات ودي وحدة من وحدات الحلوة اللي الطالب بيحب يعرف عنها كل حق ايه اهداف الوحدة ككل اهداف الوحدة رقم واحد تعريف الطالب بالانواع المختلفة للكيك والكريمات دي اول حاجة اداني حاجة تعليم الطالب كيفية تصنيع الكيك والجاتوهات والترطات اه برضو اكساب الطالب مهارة تحسين صفات الجودة لكل من الكيك والجاتوهات والترطات اه برضو من ضمن الحاجات المنهج النظري المنهج النظري عندنا الخامات المستخدمة في صناعة الكيك في برضو من ضمن الحاجات او المناهج النظرية اللي انت حناخدها حناخد ايه هي انواع الكريمات المختلفة والخامات اللي بستخدمها في التصنيع ايه هي انواع كتيرة جدا من الكريمات الكريمات الحشو كريمات التزويق الكلام ده كله هيبتدي تاخده بتشيء من التفصيل وازاي تزوق ترطة بنوع معين من الكريمات برضو هيبقى فيه خطوات التصنيع لبعض المنتجات الغربية وترق تزيين العجاءن الغربية عندنا الترطات الكبيرة دي بتبقى شكلها جميل في برضو عيوب الكريمة اسبابها وتلافيها هتاخد جزء كبير عن الكريمة وازاي تعمل لها خفق صحيح برضو بالنسبة للتدريبات العملية اللي هي خاصة بالكريمة اول حاجة حناخدها اللي هي تصنيع بعض المنتجات الغربية كالكيك التدريب على انتاج بعض انواع الكريمات التدريب على كيفية تزيين العجاءن الغربية التدريب على تقطيع وتقديم وتعبئة وتغليف العجاءن الغربية زيارة ميدانية لأحد المصانع برضو من ده من الحاجات اللي انت عايز تخلي بالك منها اللي هو فيه نوع من انواع الكيك اسمه كيك الملاك كيك الملاك وبيسمو كيك الملاك علشان بيبقى لونه ابيض وشكله عامل زي الملاك زي ما انتو شايفينها كده طيب كيك الملاك ده يعني نقول كده نبزة سريعة عنها اول حاجة ان انا باخد الدقيق وبتدي اعمله نخل والسكر نخله كمان بعد كده ابتدي اعمل خلق تمسحوك الخبيز مع الدقيق بعد كده فصل بياض البيض وخفقه يعني الترطة دي او الكيكة دي بتتعامل ببياض البيض عشان كده بتبقى هشة جدا وبتبقى خفيفة بعد كده بيبتدي يعمل اخفق السكر مع بياض البيض وضربهما معا يعني بياخد السكر الاول وبياخد البيض ويبتدي يضربه بضربه مبرح يعني يضرب كتير لحد ما يعمل رغوة او فوم كبير وبعد كده بيبتدي يعمل اضافة الدقيق وخلي بالك الدقيق ده بيكون بيبقى مخلوط مع مسحوك الخبيز اللي هو البيكنج بودر ويبتدي يضرب بطريقة بطيقة شوية شوية اللي بعد كده بنبتدي نعمل اعداد للقوالب وصب للعجين بعد كده هنعمل عملية التسوية على درجة 200 درجة مئوي لمدة 20 دقيقة طبعا بعد عملية التسوية انت بتعمل عملية تهوية لهذا النوع من الكيك الوحدة دي وحدة برضو كلها جاتوهات وكيكات وحاجات الانسان بيحبها الوحدة دي هتاخد ايه هي اهم الخامات المستخدمة في صناعة الكيك عندك البيض الدقيق مواصفات الدقيق المفروض يستخدم فيها عملية استخلاصه ايه درجة استخلاصه ايه ما جيبش انا دقيق ديق جامد او ناشف او استخلاصه دي يصلح لصناعة الفطائر ويجيبه اعمله في الكيك لا ده كيك عايز نوع من انواع افخر انواع الدقيق اللي هو دقيق استخلاص 72% فيه برضو من ده من الحاجات اللي هي المواد الدهنية المواد الدهنية اللي حضفها للكيك ايه هي ايه هي المواد الدهنية هل هي مواد دهنية هل هي زبدة بلدي هل هي شورتينج هل هي المارجرين الكلام ده كله هتعرفوا ايه صفاته ايه كميات اللي المفروض احطها عليها وصفات المادة الدهنية الجيدة وتخزينها ازاي برضو من ده من الحاجات الخامات اللي بستخدمها اللي هو البيض البيض ده هنستخدمه طريقة الاستخدام بتاعه ايه ايه هي العوامل اللي بتأثر على خفق البيض ازاي تخفق البيض ويبقى عامل رغوة عندك كبيرة ويعمل لك هشاشية قوية ليه المنتج وما تأثرش الحاجات دي كلها اسمها التكات اللي هي التكات او الحاجات الفنية اللي المفروض الطالب حيعرفها علشان المنتج بتاعه يبقى ممتاز ويبقى زي الكيك اللي بتشوفه وبيتباعه في الافران بيبقى طالب سعيد جدا اما بيجي يعمل كيك وبتطلع معاه جميلة جدا زي اللي بيشوفها هناخد برضو من دمن الحاجات المواد الرفعة للكيك احنا بناخد من استخدم البيكنج بودر ونشوف طريقة اضافته ازاي من دمن الحاجات برضو اللي لازم هنعرفها هنعرف ايه هي خطوات او مرحلة ازاي ان انت بتعمل عملية تسوية للكيك ودرجة الحرارة اللي بيتم عليها عملية التسوية هتاخد انواع الكيك المختلفة هتاخد انواع الكيك مختلفة في عندك الكيكة الدسمة وفي عندك الكيكة الاسفنجية وفي عندك انواع كتيرة من الكيك انا قلت على كيكة الملك دي لان الكيكة دي بتبقى كيكة جميلة قوي وبتبقى هشة جدا وبتبقى لونها ابيض وسهلة جدا خلي بالك انت بتفصل البيض الصفارة عن البيض وتبتجي تعمل عملية خفق للسكر مع البيض البيض وبمجرد انه يعمل فهم اواروة ابتدي انزل عليها اللي هو المخلوض مع البيكنج بودر وبتدي اعمل عملية التسوية زبط درجة الحرارة على 200 خلي بالك قبل ما بتيجي تعمل الكيك لازم الفرط عندك يكون سخن الاول وبعد كده بتبتدي الدخل الايفا هناخد في الجزئية دي الكيكة عيوبه ايه لو انت دلوقتي شفت كيكة تشوفها اطنا من الوسط هتعرف انت اطنا ليه انت ضفت ايه زيادة لو لقيت الكيكة مكالكعة ولقيتها مش مسامية هتعرف انت زودت ايه وقللت ايه هتعرف ايه اللي بيعمل الاطار العام لهيكة للكيكة وايه اللي بيخليها هشة وازاي تحصل على منتج جودته ممتازة كلام ده كله هنبتدي ناخده في الوحدة الخمسة برضو بقى الوحدة الستة برضو اللي هي اخر وحدة اللي هي هناخد حاجة كويسة جدا اللي هي عبارة عن ايه هناخد المورقات والاغذية الخفيفة المورقات والاغذية الخفيفة المورقات المقصود بيها ايه اول حاجة اهداف الوحدة ان بنعلم الطالب كيفية صناعة المورقات زي الفطير المقصود بالمورقات فطير وكسب الطالب مهارة تلافي عيوب اثناء التصنيع وبتعرف الطالب كيفية اتعرف على اهمية الاغذية الخفيفة اللي هي البسك الحراري الاغذية المنتجة بجهاز اسمه الاكسترودر زي البوز والسناكس برضو من دامنا الحاجات المنهج النظر عندنا انواع الموررقات هناخدها ايه وحناخد الخامات المستخدمة في تصنيع الموررقات وحناخد الاغذية الخفيفة يعني ايه اغذية خفيفة وايه تعرفها اللي هي المقصود بها السناكس ويعني ايه تعرفها وايه هي الخامات المستخدمة في انتاجها والادوات المستخدمة بالنسبة للتدريبات العملية هنعمل عمى العرض لبعض الخامات المستخدمة في صناعة الموركات والأغذية الخفيفة وتدريب الطالب على الأجهزة والمستخدمة في صناعة الموركات طبعا ده عالم كبير جدا بالنسبة لصناعة الموركات هناخد أنواع الفتير ايه الفتير الداسل الفتير الخفيف البسك الحراري عملية التشكيل بالضغط والحرارة ازاي نعمل البوز والكلام ده كل ده ان شاء الله هناخده في مادة العجائم اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة ووصلت لكم بعض المعلومات المفيدة عن مادة المقبوزات والعجائم على امل اللقاء بكم مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته